بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنخلص إن شاء الله شابتر 5 في أكتر من جزء وهو هنعدي مثال رقمي على تسليح الطربة تسليح الطربة عن طريق الجيدوكستايل وده آخر جزء هنتكلم فيه في شابتر 5 المثال بيقول إيه بيقول لي ديزاين فور ميتر هاي جيكستايل وول آه الفور ميتر ده يعني عندي حيطة عايزة عملها ارتفاحة ايتش بكام بربعة متر من الجيكستايل وول ذات تكاري استوريج اريا اف اكويفلنت دد لود اف واحد طن على الميتر سكوير يعني في عندي حمل فوق هنا كيو بكام واحد طن على الميتر سكوير يعني أنا هعمل الحيطة بتاعتي هنا هو بي جرانيوال سويل يعني بساند مثلا اس بي اس بي يعني اتعلمناها في تصنيف الطربة يعني بورلي جريدد ساند يعني الخواص بتاعت الساند ديه الجامة بتاعته بواحد تسعة من عشر طن على الميتر كيوب الفاي بتاعته بتمانية وتلاتين وطالما ده ساند وغرانيو اللي خالص كده بورلي جريدد فالسي بتاعته بصفر وبعدين ابتدى اداني الخواص بتاعت الجيو تيك ستايل فقال لي احنا هنستخدم ووفن مش نون ووفن ووفن سليت في الموجود تيك ستايل طب ايه الخواص بتاعت الجيو تيك ستايل اللي احنا هنستخدمها قال لي ultimate wide tensile strength بتاعه tensile strength بتاعه باربعة ونصف طن على الميتر run Friction angle with the soil اللي هي الاحتكاكو مع السويل او تمسكو مع السويل ال delta بتاعتو بكام باربعة وعشرين وده هنتستخدمه طبعا في الانشاء وبيقول لي global factor of safety global factor of safety بواحد وثلاثة من عشرة to be used along with the site specific partial اه الpartial بقى factor of safety او معاملات الامان اللي هي الجزئية بتاعتنا زي ما تعلمنا في الشرح في السلايت اللي فات ان factor of safety للانستريشان داميج بيكام بواحد ونص يعني factor of safety بتاع الانستريشان داميج بيكام بواحد ونص factor of safety بتاع الكريب بيكام بثلاثة factor of safety للchemical degradation بواحد ورب factor of safety للبييولوجيكال ديجراديشان بردك بيكام واحد واحد من عشر طيب ايه الخواص بتاعت السويل اللي هتبقى تحت الحيطة بتاعتي عشان نبقى نتطمن على البييرين كابستي مديني الجامعة بتاعتها بواحد تسعة من عشرة مديني الفاي بتاعتها بعشرين السي بتاعتها بعشرة الدلتا ما بينها وما بين السند بيكام بعشرين الادهجان ما بينها وما بين السند بسبعة الاسي عشان نبقى انك فايسي بخمسة عشر انكيو بستة ونص انكيو ب어나ص انك gdyاما بتلاعتها بيكام واحد وايه释 بواحد وايهwarzoise بكم اسف داء دلا L C L Q L جاما والايسي و الايكيو ده بتاع الانكلانيشن الانكلانيشن فاكتور لكن دولة عبارة عن الشيف فاكتور بتاعنا اللي هنقده بواحد واحد واحد طيب نصمم الكلام ده ازاي زي ما تعلمنا اول خطوة لازم تحسب الhorizontal pressure كفانكشن من مين من الزد اجيب الكي اكتف ازاي واحد نقص صين فاي على واحد زائد صين فاي يعني واحد نقص صين كام تمانية وتلاتين على واحد زائد صين تمانية وتلاتين طيب دي بطلعت الكيب كام بي بوينت اتنين تلاتة تمانية زي ما تعلمنا ادي الارث pressure ففي عندي هنا عند ارتفاع زد ازاي اجيب السيجما هورزونتل هنا سيجما هورزونتل بيساوي السيجما هورزونتل الزد الأخرى طيب مين اللي بيقوم ده اللي بيقوم الجيوتوكستايل فهنجيب أترميل مين الجيوتوكستايل سترينز ويز فولوينج فارشل فاكتر سفتي يعني تي اللاوب اللي بتاعته يجيبها ازاي زاي ما تعلمنا ابو رأى عن تي ألتمة على فاكتر سفتي بتاع الإنسطريشن اللي بواحد ونص فاكتر سفتي بتاع الكريب اللي هو بثلاثة فاكتر سفتي بتاعة الكيميكال بواحد ورابع والفاكتور في سيفتي بتاع البروجيكال بكام بواحد وواحد وناش يبقى T ultimate اللي أربعة ونص لو أسمتها على قيم دي كلها تطلع لي بوينت سيفن تو سيفن يبقى من T اللابل ومن السيجما هورزونتال دولت هنقدر نحسب ال S V أو المسافات ما بين الجيتوكستايل زي ما هنشوف في البارت القادم إن شاء الله شكرا